بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات دورة المونتاج الجزء الثاني اللي بنتناول فيها حلقات متفرقة عن المونتاج وكيفية عمل الكليبات والخدع وعمل مقاطع فيديو ودرس النهاردة مميز جدا لاننا هنبتدي ندخل في برنامج Corel Video Studio X4 او الاصدار 14 عن الحلقات اللي فاتت اللي كنا بنستخدم فيه Corel Video Studio X2 او الاصدار 12 والاصدار الجديد بتميز بامكانيات جديدة وامكانيات يعني اكثر من رائع فعلا بتساعد في اتمام العمل وتنظيمه بطريقة بسيطة جدا والاصدار الجديد X4 او الاصدار رقم 14 لا يختلف كتير عن الاصدار القديم اللي احنا اخدنا عليه الدورة بتاعة الجزء الاول منها اللي ان اضافت بعض الامكانيات اللي بتريح وبتساعد كتير فمن ضمن التغيرات اللي حصلت تغيير شكل الوجهة واجعلها اسهل سهولة في الاستخدام بقيت اصبحت مارنة عن الاول فيها مرونة ومكانت فيها يعني في فيرجن القديم في فيرجن 12 جافية بعض من التعقيدات ولكن في فيرجن ده اصبحت سهلة جدا ومارنة برضو اضافة امكانية مدير المجلدات ومدير المجلدات ده بيساعد على تنظيم العمل من حيث ان احنا نعمل اكتر من مشروع وبنجمع ملفات المشروع ده فاكتر من مجلد جوه البرنامج وطبعا كل ده هنشوفه قدامنا دلوقتي اضافة فلاتر مؤثرات انتقالية جديدة من ضمن الفلاتر اللي موجودة طبعا اللي هي بتستخدم على الفيديو نفسه اثناء العرض ده يختلف عن المؤثرات الانتقالية اللي هي ما بين المشهد والمشهد اضافة مؤثرات احترافية ابتدت تختص مش بمجرد عمل حركات او خدع على الصورة بعض المؤثرات اللي بيتامل على تنقية البشرة وتنقية الصورة وازالة الشوائب منها اضافة شرائح لونية اللي هي بتبقى تحت اسم Graphic والشرائح لونية دي هي عبارة عن ممكن نستخدمها كBackground بيبقى ممكن نحدد لون معين بدل ما مثلا كنا الاول نجيب لون سورة بلون اسود سورة بلون ابيض لأصبحت دلوقتي بإمكاننا ان احنا نحط اي شريحة لونية من باللون اللي احنا عايزينه وده هنستفيد به طبعا لو احنا عايزين نعمل باج جراوند اضافة مصارات صوتية ميوزك تراك امكانية تحميل الموسيقى واستخدامها من خلال البرنامج اضافة قوالب جهازه للاستخدام امكانية تجميع اللقطات وتحريك الصور ستوب موشن ده امكانية رائعة جدا لانها بتعتمد على ان احنا بنوصل الكاميرا بتاعت الويب وبعد كده بنلتقط صور وبنجمحها بنعرضها مرة واحدة الصور دي فبتدي زي فيلم متحرك وده برضو هنتناوله النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة انشاء ورفع مقاطع الفيديو الى موقع الفيديو المباشر او مواقع الفيديو المباشر كان طبعا في الفيرجن بتاع اكس 2 او فيرجن 12 كان المختص باليوتيوب بس لكن طبعا اضافت مواقع كتير جدا من ضمنها اليوتيوب والفيسبوك واليوتيوب دلوقتي ما بقى يعني اده كمان ان احنا ممكن نرفع FLV او نرفع بالمب4 او HD High Quality يعني اللي هي ايه الفيديو يكون High Quality واصبح متناسق مع موقع اليوتيوب اللي ان الفيرجن 12 طبعا بعد التحديثات اللي حصلت للموقع ما بقاش متوفق معاه امكانية تحزين ملفات المشروع المستخدم في مجلد او ملف ZIB وفعلا كانت الحكاية دي عاملة مشاكل كتيرة جدا في الفيرجن القديم وديها يعني هنتكلم فيها برضو بالتفاصيل لكن خلينا نبص الاول لوجهة البرنامج زي ما احنا شايفين دلوقتي اصبح البرنامج اكثر بساطة من الاول ولو بصينا دلوقتي هنلاقي كانت فوق طبعا بكابتشور و ايدت ومش عارف اوديو وفيديو كان في الفيرجن القديم فيه يعني زي لعبك كده كتير لكن دلوقتي اصبحت الحكاية بسيطة جدا كابتشور او ايدت او شير كابتشور ده طبعا الناس المتابع معانا عارف انه هو مختص بالتقاط سواء من كاميرا سواء من مشغل معين ايدت اللي هو بيتم فيه عملية التعديلات او الشغل كله يعني شير اللي هو مختص بحفظ الملف او انشاء الملف مدير المجلدات ده يعتبر الامكانية الجديدة والجميلة جدا جدا اللي من خلالها ممكن ننظم العمل بتاعنا بالضغط على ايدت على ايدت وبعد كده بنبتدي نعم زي فولدر ونسميه ونحط فيه ملفات المشروع اللي احنا نشاغلين فيه وساحة الملفات دي اللي هي لما بنضغط على فولدر من مدير المجلدات اللي بيبقى موجود بيظهر لنا طبعا فيه الملفات اللي فيه بتظهر على ساحة الملفات الشكل مش مختلف كتير عن الفرجن القديم اللي ان احنا لو نلاحظ ان الحاجات اللي اضافت تحت في التايم لاين او في المسارات ان اصبح دلوقتي فيه مسار فيديو ده طبيعي جدا المسار الصوتي ومسار الموسيقى كان في الفرجن القديم في مسار صوتي واحد ومسار موسيقى واحد ولكن في الفرجن الجديد دلوقتي اصبح عندنا ثلاث مسارات وده الحقيقة كان انا شخصيا كان بيواجهني في اني لما احب مثلا اعمل مصار للصوت او زي background music موسيقى وفيه مصار مثلا بحط عليه صوت وبعايز مصار كمان عشان اعمل فيه بعض الافكت يعني المؤسسات الصوتية فما كنت كان بيواجهني مشكلة كبيرة فكنت لازم اعمل لعبة كده عشان اوصل للي انا عايزه ولكن في الفرجن ده وفر الكلام ده علي كتير نرجع تاني للنقطة اللي انا اتكلمت فيها اللي هي عملية تحزيم الملفات والفكرة بكل بساطة ان البرنامج لما بنبتدي مشروع فطبعا بيبقى في ملفات اللي احنا بنستخدمها سواء كانت الصور او الفيديو او ملفات الصوتية فبناخدها من على الهارد بتاعنا ممكن من اماكن مختلفة يعني ممكن مثلا الصوتيات ناخدها من على درايف سي او درايف دي في فولدر معين فيه وبرده ممكن ناخد الصورة من مكان تاني وهكذا هكذا هكذا طبعا احنا بنضمنش ان تفضل الصور دي مكانها فبالتالي لو انا جيت عملت المشروع وسيفته وبعد كده جيت شغلته والصورة دي شلتها او نقلتها من مكانها فبالتالي البرنامج هيديني رسالة يقول لي انا مش لاقي الملف ده دور عليه ريلينك يعني او اربطني دور عليه كان على الهارد وهتهولي تاني فطبعا دوخة خصوصا ان ممكن تحط يعني الكليب الواحد هتحط فيه على حسن ما انت عايز من الملفات الفيديو او الصور فالبرجن الجديد طبعا يعني زي ما احنا قلتش يعني ده شكل كده قدامنا كده كروكي كده ان في النص بنعتبر ده البرنامج وبنعتبر ان المشروع الاول محطوط في فولدر اسمه بروجيكت 1 على درايف سي والمشروع التاني اهو ده اه محطوط في الدرايف دي في فولدر اسمه بروجيكت 2 والمشروع التالت برضو على ال اي في بروجيكت 3 فلو مثلا اتحزف الملف ده اتحزف الاسف الفولدر ده بمحتبوياته او اتنقل او تغير اسمه ونيجي نشغل المشروع فيقول انا مش لقي الملفات دورلي عليها لكن دلوقتي عملية التحزيم تحزيم الملفات بعد اما بنخلص شغلنا وبنعمل المشروع وبنحط طبعا بنحط الملفات في التايم لاين سواء في الفيديو في مصار الفيديو او مصار الموسيقى او الكلام ده بامكاننا ان احنا بنعمل عملية تحزيم الملفات وان احنا بنجمعها كلها في فولدر واحد والفولدر ده كمان بيضم ملف التسييف اللي احنا عليه التسييف اللي هو من خلاله ممكن نفتح المشروع بتاعنا ونعدل عليه وبالتالي المجلد ده ممكن ناخده ولو نقلناه كده يعني اخذناه نعملناه كده وحطناه في جهاز تاني خالص عليه برنامج راببادي ستوديو اكس فورد هيشتغل المشروع عادي خالص لان بيتجمع جواه الملف والصور يعني الحاجات المحتويات المهمة جدا لتشغيل المشروع وممكن كمان ما نعملهاش في فولدر بس اللي احنا ممكن كمان نعملها في ملف مضغوط ZIB كل ده يعني كان بس مجرد تعريف وهنشوف كل اللي احنا اكلمنا فيه ده بالتفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر